وأكيد راح نشوف محاولات أكيد لي مصلحة المنتخب الصيني المنتخب الصيني يسجل بداية قوية في هفة دفاعية مع بداية المباراة المنتخب الصيني بوسطة يوم جينج شينج يسجل الهدف الأول في وقت مبكر للغاية منتخب قطر يتلقى الهدف الأول وبالتالي الصين في وضعية لكن لاحظ مع الرئيسية وما تحولت لاحظ هنا لاحظ 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 الهفة ولاحظ لاعب المنتخب الصيني بعد ذلك تهيئت إلى يو جينج شينج الذي سجل الهدف الأول في وقت مبكر من بدري الصينيين سجلوا الهدف الأول الهفة من لاعب منتخب قطر في اللقطة السابقة أعتقد سلطان ألبا كرة في العرضة فرصة لمنتخب قطر مباشرة بعد حالة الطرد يأتي هدف التعادل المأمول أن يستفيد منتخب قطر من حالة الطرد يلا شباب ناخر الصين نسجل هدف في مرمى المنتخب الصيني هفت مدافع المنتخب الصيني مهاري مهاري ممكن يتقدم أمام اثنين ثلاثة من المدافعين أكرم عفي في حاول يلعب حلوة 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 دول 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 التعادل التعادل يأتي لمصلحة العناب الأولمبي يتقدم ويتهلق أكرم عفي يتقدم ويتهلق المعز علي والمعز علي يسجل هدف التعادل لصالح العناب برافو 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 أكرم عفي يتقدم مرر الكرة انسجام وتفاهم كبير ما بين أكرم عفي والمعز علي والمعز علي لمسة الرأسية في مرمى إزهو يوجين التعادل الآن لمصلحة لأنه ينهي هذه المباراة في صدارة المجموعة الأولى متبادلة ما بين لعب العنابي كرة وصلت جهة المعز علي يتابع المعز جول جول المعز جول جول المعز علي يسجل الجول الثاني للعنابي الأولمبي اللي نبيه صار واللي يبيه المعز صار واللي يبيه مشجع العنابي صار واللي يبيه فليكس سانتيز صار المعز علي في صدارة الهدافين الآن بتسجيل الهدف الثاني لمصر شوف 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 ولاحظ معاي الباس الطويل المتابعة الحاضر يا سلام يا سلام يمر يمر على كيف كيف بالرتبة يمر وبالخدم اليمنى يزدد لاحظ يا سلام يا سلام عندما تحضر الموهبة وتحضر المهار